اهلا بكم يا شباب في لسن جديد احنا النهاردة هنتكلم على circuit components كده ما خدنا هاش قبل كده احنا already خدنا شوية components في اي circuit زي مثلا باتري لو عندي كذا السيل مع بعض دي بنسميها باتري او لو عندي power supply عادي ممكن يكون direct current supply او alternating current supply بس الباتري دي بتبقى direct current supply او لو انا عندي عارف ان الpower supply بتاعه بيبقى AC بيبقى ده السيمبول بتاعه عندنا اي wire بنرسمه straight line او broken line او curve عندنا اي lamp او electric bulb بنرسمها دايرة جواها X اي resistor بنرسمه rectangle ده لو fixed resistor او ساعة بيسميه resistor بس كده ده بيبقى rectangle وخلاص لو عندي variable resistor كنا بنرسمه rectangle وعليه arrow من فوق اللي تحت او من تحت الفوق مش فرقة او كان فيه سيمبول تاني برضو ليه الvariable resistor او بنسميه rayostat او potential divider او potentiometer ندرسمه زي الريزيستر العادي بس عليه arrow من فوق كده ده slider وما كناش لو هنوصله بيه كvariable resistor مكناش بنوصل الاثنين terminals اللي في الاخر كنا بنوصل واحد من الترمنالز والسلايدر مع بعض او لو انا هو اوصله كpotentiol divider بوصل الاثنين edges بتوعه بالpower supply وبعدين اللي انا عايزه بوصله بقى in parallel مع السلايدر كنا خدنا برضو ان انا لو عندي اي measuring device زي voltmeter او ammeter ينفع حطهم في السيركت الفولتمتر بيتركب in parallel ال ammeter بيتركب in series كان فيه شوية حاجات كده مثلا زي electric bell electric bell ده السيمبول بتاعه كنا تكلمنا برضو على relay relay ده عباره عن كويل بنرسمه rectangle وبنكتب عليه كويل او بنسيبه كده rectangle وخلاص ده بيتوصل بسيركت ويجنبه switch بيبقى متوصل بسيركت تانية وبنقفل عليهم كده ب dashed box عشان نقول ان ده device واحد على بعضه وكان فيه سيركت component تانية كتيرة زي مسلا برضو electric motor كان السيمبول بتاعه دايرة جواها m مش لازم اكون حافظه قوي يعني ممكن هو يدولي في الامتحان وفيه سيركت يعني components تانية احنا مش علينا في المنهج هتلاقوا by the way لو انتم معكم نوتس بتاعتي هتلاقوا فيه صفحة في اخر chapter بتاعت other circuit components اللي احنا هناخده النهاردة فيها list كده بتاعت شوية electrical components من استعادمها في السيركت خلونا دلوقتي نشوف نوعين من ال components او نوعين من ال resistors بيشتعلوا تقريبا بنفس الطريقة الاثنين components دول واحد اسمه thermistor واحد اسمه light dependent resistor او بنختصرها ldr thermistor by the way فيه منه انواع كتيرة او فيه منه اشكال كتيرة مختلفة بس كلهم عندهم نفس الفكرة او كلهم بيشتغلوا بنفس الفكرة ldr عادة ده بيبقى شكله thermistor من اسمه هو thermal resistor يعني thermal resistor يعني resistance بتاعته بتتغير على حسب temperature طيب بتتغير زي او ايه اللي بيحصل لها لما temperature مثلا بتزيد thermistor لازم افتكر ان لما temperature بتاعته بتزيد او temperature في السيركت بتاعته بتزيد الresistance بتاعته بتقل ولو temperature بتاعته قلت الresistance بتاعته بتزيد طيب تقول ليه هما دول inverse يبروبوشه عليك لا هما بس لما ده بيزيد ده بيقل لما temperature بتزيد الresistance بتاعته ولما temperature بتاعته الresistance بتزيد ldr شابهه بس معتمد على light هو من اسمه light dependent معتمد على light لما light intensity عليه بتزيد لما بينزل عليه light جامد الresistance بتاعته برضو بتقل ولما light بيقل يعني لو محطوط في مكان ضلمة الresistance بتاعته بتكون عالية الاثنين دول الفكرة بتاعتهم ان هما بيبقوا materials اسمها semiconducting materials ان هما ساعات بيبقوا conductors وساعات بيبقوا poor conductors لو قلت ان ده nucleus بتاع atom من السemiconductor ده وفي energy levels كده او اللي هي الشالز بتاعت الالكترونز لو في مكان بارد او مكان ضلمة يعني لو temperature قليلة او اللايت قليل في الكيس دي بيبقى اغلب الالكترونز موجودة في ال innermost shells لكن لو نزل عليه infrared radiation اللي هي heat لو نزلت heat على electron من الالكترونز اللي تحت دي الالكترونز دي بتطلع فوق بتاخد الانرجي بتاعت الهيت دي وتطلع لفوق بتبقى conducting او free electron برضو لو نزل عليها light light wave برضو الالكترون بتاخد الانرجي دي وتطلع برضو فوق بتبقى برضو conducting electrons فانا الفكرة لما اللايت بيزيد او الهيت بتزيد بيبقى عندي مور free electrons والfree electrons دول بيخلوا الماتيريال good conductor وgood conductor معناها ان الريزيستنس بتقل طب لو شيلت الهيت الالكترونز بتبقى attracted للنيوكليوس فبتنزل تاني فبتلوز الانرجي بتاعتها دي فلما تبقى تنزل تحت وتبقى في الانرموست شيلز برضو تاني ارجع ابقى poor conductor لان دلوقتي انا في الانرموست شيلز مش في الاوترموست شيلز فانا ما بقيتش conducting electron ما بقيتش free electron فبالتالي مش هوصل الكهرباء كويس او هيبقى عندي resistance علي طيب ارسم الثيرميستر والل دي ار ازاي في اي سيركيت الثيرميستر هو عبارة عن ريكتانجل اللي هو resistor يعني عمتا وبس عليه spatل يعني بارسمها كده ادي الريزيستر بتاعي وبرسم عليه شرطة وبعدين broken line كده او لو هرسم الريزيستر مسلا واقف ممكن انزل شرطة كده وبعدين اعمل broken line لتحت او ارسمها بالعكس الفوق مش فرقة الفكرة بس انه ده general shape بتاع الثيرميستر سيمبل في اي سيركيت طيب السيمبل بتاع ال LDR في السيركيت عمل ازاي هو ريزيستر برضو ريكتانجل بس بنزل عليه اتنين ارز كده مش لازم يكونوا نازلين ممكن يكونوا طالعين بس من تحت بقى المهم يكونوا دخلين على الريزيستر ممكن ارسموا من غير الدايرة في السيمبل اللي مرسوم ده يعني ممكن ارسموا ريكتانجل بس كده واتنين ارز دخلين على الريزيستر وده يبقى سيمبل لل LDR او ممكن ارسم حواليها دايرة وبعدين انزل عليها الارز او ارقى طل عليها الارز برضو لو انا هرسم الريزيستر واقف كده ممكن اقول ان انا عندي اللايت جاي كده عليه طيب دلوقتي لو انا بصيت مثلا التمبرتشر بتتغير ازاي مع الريزيستنس بتاعت فيرمستري يعني انا عندي هنا الريزيستنس بالاوم او بكيلو اوم وشفت التمبرتشر كلما بتزيد بديجري سالسيوس او بكالفن او اي ام كان هلاقي ان انا لما تمبرتشر بتزيد الريزيستنس عمالة ال بس بريت مختلف طب هل ده المنظر بتاع بس نفس الفكرة اللي هي بتاعت لما التمبرتشر بتزيد الريزيستنس بتقل طيب لو انا حطيت ثرمستر ان سيرز مع اي كمبوننت يعني فور اكزامبل هنا عندي لامب او بلب وحطت معها ثرمستر ان سيرز ويموصل بي باور سابلاي لو قلت مسلا ده بوسطف سايد ونجاتف سايد الكورنت المفروض يمشي كده فهيمشي في اللي اتنين في نفس الوقت طب ايه اللي يحصل لو التمبرتشر بتاعت الثرمستر فجأة عليت الريزيستنس بتاعت الثرمستر هتقل فالريزيستنس بتاعت السيركيت كلها على بعضها عشان لو السيركيت على بعضها فيها اي حاجة ريزيستنس تاعتها قلت التوتا ريزيستنس بتاعت السيركيت برضو هتقل طب لما التوتا ريزيستنس بتاعت السيركيت ألاقي إن الكورنت في السيركت زاد وألاقي إن اللامب دي البرائتنس بتاعتها زادت طب إيه اللي يحصل لو التمبريتشر قلت ألاقي العكس حصل لو التمبريتشر قلت ألاقي الريزيستنس بتاعت السيرميستر زادت فالريزيستنس بتاعت السيركت تزيد فألاقي إن الكورنت في السيركت وفي اللامب قل فاللامب تنور أقل فأنا كده وصلت الحاجة في السيركت دي بالزات السيركت دي مش حفظه بس لازم افهم بتشتغل ازاي طيب برضو لو استخدمت LDR مثلا حطيت باتري كده وقلت ان انا هوصلها بناحية من Light Dependent Resistor هادي الاروز اللي دخل على LDR وهوصله مثلا بلامب برضو واشغل السيركيت بتاعتي طيب لما اكرنت هيمشي هان لو فجأة Light Intensity زادت الاقي ان الريزيستنس بتاعت LDR قلت ولاقي ان الكورنت في السيركيت زاد واللامب تشتغل يعني اللامب دي هتشتغل لما Light Intensity بتزيد طيب عندنا هنا سيميليشن بسيطة كده للترميستر والLDR في سيركيتس انا عندي على الشمال في LDR اللي هو دلوقتي بيرى ان الريزيستنس بتاعته 30.7 كيلو اومز وانا بتحكم في البرائتنس بتاعته من السلايدر اللي على اليمين ده Light Brightness اللي نزلة على LDR ودلوقتي لو انا قفلت سويتش وشفت الكورنت بيشتغل ازاي هلاقي ان انا عندي عشان الريزيستنس عالية 30.7 كيلو اومز الكورنت اللي ماشي اكشري قليل طب ايه اللي يحصل لو انا زودت اللايت انتنس تي على اليمين كده لو انا وديت البار ناحية اللايت انتنس تي اعلى الاقي الريزيستنس بتاعتي قلت دلوقتي بقت 19.8 كيلو اومز كلما زود البرائتنس بتاعت اللايت على ال LDR الاقي الريزيستنس عملت L والكورنت تبتدى يمشي اسرع شوية طب لو زودت البرائتنس قوي الريزيستنس بقت تقريبا 1000 اومز بس بعد ما كانت 30 ألف وده خلى الريزيستنس يمشي بقى بسرعة فانا لو عندي لامب زي اللي هي موجودة تحت هنا ده سيركيت سيمبل بس قديم شوية لللامب الاقي ان الكورنت ماشي في اللامب دي بسرعة دلوقتي لان انا عندي دلوقتي ريزيستنس قليلة في السيركيت طيب على اليمين برضو خلينا نفتح السويتش بتاع الثرميستر على اليمين برضو انا عندي حطط دلوقتي ثرميستر اللي هو عند 78 ديجريس سلسيس التمبريتشر عالية دلوقتي شوية بس انا هعليها تاني يعني الريزيستنس بتاعت الثرميستر 1.4 كيلو اومز والكورنت دلوقتي واقف عشان انا فاتح السويتش طيب نقفل السويتش ونشوف الكورنت ماشي ازاي طيب برضو انا عندي هنا في بانل بغير بها التمبريتشر بتاعت الثرميستر لو انا زوت التمبريتشر او خلينا نقص التمبريتشر دلوقتي عمل اناقص التمبريتشر وصلت الـ 20 ديجريس تقريبا او 19 ديجريز الريزيستنس بقت كبيرة قوي فبقت عندي 13.1 كيلو اومز طيب اناقص ازود التمبريتشر طيب ازود التمبريتشر دلوقتي ازودها على الاخر كلما ازود التمبريتشر دلوقتي 149 ديجريز الريزيستنس ما بقتش بالكيلو بقت 208 اومز وده مخلي الكارنت يمشي بسرعة جدا فانا اللامب دي هتلاقيها منورة جامد قوي لان الكارنت فيها عالي قوي وكلما اقل التمبريتشر شوية الريزيستنس بتاعتي تزيد والكارنت بتاعي في السيركيت يقل برضو خلينا نفهم فكرة تانية ان انا كان عندي في شابتر 12 كده حاجة اسمها potential divider concept ايه الpotential divider concept ده ان انا لو حطيت حاجات مع بعض مع power supply الريزيستر الكبير بياخد فولتج كبير والريزيستر الصغير بياخد فولتج صغية فانا عندي في السيركيت دي ايه هنا على الشمال في power supply الولتج بتاعه 12 فولت وفي ثرميستر temperature بتاعه 147 والريزيستنس بتاعه عند التمبريتشر دي 217 اومز وفي رزيستر تاني in series مع الثرميستر ب1 كيلو اوم 1000 اوم لو جيوتو تشوفو الvoltages يعني انا مركب فولتج متر فوق على ثرميستر ومركب فولتج متر تحت على الريزيستر الفيكست هتلاقوا ان الولتج بتاع الثرميستر قليل 2.14 منة 12 والباقي اللي هو 9.86 فولتز رايح على ال 1 كيلو اوم فانا الريزيستر الكبير اللي هو ال 1 كيلو اوم واخد فولتج كبير اللي هو 9.86 وارزيستر الصغير اللي هو الثرميستر واخد الفولتج الصغير اللي هو 2.14 طيب ايه اللي يحصل لو انا قللت التمبرتشر شوية كل ما قلل التمبرتشر الريزيستنس بتاعت الثرميستر عمالة بتقل يعني فور ايزامبل وصلت ل85 ديجريس سلسيوس بعد ما كنت 147 فالريزيستنس دلوقتي بقت 1.1 كيلو اوم او خليها نعلي التمبرتشر سنة خليتها 87 ديجريس سلسيوس فبقت الريزيستنس بتاعت اللي فوق 1 كيلو اوم والريزيستنس بتاعت اللي تحت برضو 1 كيلو اوم فلاقيت ان الفولتج دول تقريبا قد بعض اللي الاتنين تقريبا واخدين 6 فولت و6 فولت اللي هما التوتال بتاع 12 فولت مجموعين على بعض يعملوا 12 فولت طب نقل للتمبرتشر زيادة يعني الريزيستنس فوق هتقل اكتر سوريا هتزيد اكتر فلاقين انا عندي كلام الرزيستنس تاعت تزيد كلام الفولتج عليه عمال بيزيد والفولتج على التاني عمال يقل في الاول كان�� اللي تحت ه هو اللي واخد فولتج كبير واللي فوق ياخد فولتج قليل عشان كان اللي تحت ه هو اللي بتاعت كبير واللي فوق هو رزيستنس اللي فوق واخد 10.7 فولتس واللي تحت واخد 1.27 7 فولتس بس فانا دي الفكرة بتاعت ال potential divider ان انا ممكن لو حطيت في السيركيت دي اه يعني حاكتين اين سيريز واحدة منهم ثيرميستر او بايدا ووي ممكن بدل الثيرميستر احط LDR هلاقي ان انا عندي ال resistance طاعته اعلى ال voltage برضو عليه اعلى فانا لو قللت temperature على ثيرميستر في potential divider circuit أو قللت اللايت على LDR في potential divider circuit هلاقي resistance تاعتهم بتزيد وياخدوا voltage أعلى طب الكلام ده ممكن يفيدني في إيه بقى إن أنا ممكن مع potential divider circuit يعني أنا فيه تحت كده في power supply معاي resistor ده fixed resistor ما بيتغيرش واللي تحت ده thermistor مع بعض in series لو أنا دلوقتي عليت temperature لو مثلا التمبرتر بتاعتي دلوقتي عاليت هلاقي إن resistance بتاعته thermistor قالت فالvoltage اللي على thermistor قال بس الفولتج اللي على الريزيستر زاد طب لو أنا مركب حاجة تانية in parallel مع الريزيستر ده يعني for example أنا هنا عندي coil و switch يعني أنا عندي relay الرلي ده بيشغل electric bell فانا دلوقتي لما الفولتج على الريزيستر ده هيزيد ألاقي coil برضو أخذ نفس الفولتج لأنه معاين parallel بياخد نفس الفولتج فالvoltage على الكويل هيزيد طب لما كويل بتاع relay الفولتج عليه يزيد الكويل جيت ماجنيتايزد طب لما الكويل يجيت ماجنيتايزد هي attract switch و لما ياتراكت switch البل هيشتغل طب تقول لي ده 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 سيستم بتاع ايه ده أقولك إن أنا عندي دلوقتي لما temperature تعلى البل بيشتغل ده كأنه كده مثلا fire alarm أو high temperature alarm إن أنا مثلا عندي فورن مش عايز temperature بتاعته تعلى عن ليفل معينة فأم تحاطت السيركت دي اللي هي عبارة عن potential divider معاها كويل إن بارلل بس مع واحدة من الاتنين ريزيستر يا إما مع الثرميستر يا إما مع الريزيستر وقمتم وصل بقى الرلي كويل ده بسيركت تانية السيركت تانية دي فيها إلكتراك بال أو فيها لمبة مثلا بتديني أي ورنينج أو أي حاجة خلينا برضو ناخد example على الموضوع ده أنا عندي فيه هنا power supply الفولتج بتاعته 140 فولتس وفيه ريزيستر فوق 1 كيلو اوم وفيه ثرميستر تحت عندي التمبراتير بتاعته 55 ديجريز وعندي التمبراتير دي الريزيستنس بتاعته بتاعته 1.9 كيلو اوم وعندي على اليمين فيه ريلي كويل اللي هو دلوقتي هايلايتد باللايت بلو ده والريلي ده من ناحية متوصل إن بارلل مع الريزيستر ومن ناحية التانية فيه سويتش وسويتش ده في سيركت تانية خالص السويتش دي بيشغل السيركت اللي فيها لامب طب دلوقتي أنا عندي عند التمبراتير ديها 55 ديجريز سيلسيس دي الفولتج تحت 158.719 فولتس واللي فوق 81.281 فولتس يعني فوق عندي فولتج قليل عشان الريزيستنس أقل اللي فوق الريزيستنس 1 اللي تحت الريزيستنس 1.9 وكل لما قلل التمبراتير الريزيستنس بتاعت السيرميستر باي داوي هتفضل تزيد فالفولتج تحت هيفضل يزيد والفولتج فوق يفضل يقل طب لو عملت العكس كل لما عالي التمبراتير ألاقي إن الريزيستنس بتاعت السيرميستر عملت قل تحت الريزيستنس عملت قل والفولتج تحت عمالي L والفولتج فوق هيبتدي يزيد دلوقتي عندي 70, 80, 90, 100 وعمال أزود الفولتج أزود الفولتج بإن أنا أزود التمبراتير عمال أزود الفولتج فوق عشان أنا أعمال أقل للفولتج تحت بس عند فولتج معين كده ألاقي إن أنا عندي فوق الفولتج بقى كفاية إن هو يماجنتايز الكويل وبعدين أفل السويتش عشان يشغل السيركت اللي على اليمين خلينا نشوف الترانزيشن تاني كده أنا وطيت التمبراتير الريزيستنس تحت زادت فالفولتج تحت زاد الفولتج على الريزيستر وعلى الكويل قلو فالكويل مش ماشي فيه كارنت كفاية يأتراكت السويتش لكن أعلي التمبراتير فجأة هلاقي سويتش اشتغل اتراكت للكويل إيش معنى؟ لما عليت التمبراتير تحت الريزيستنس تحت قلت فالفولتج تحت قل فالفولتج أبزت لي فوق زاد لما الفولتج بقى على الكويل زاد عمل أتراكتينج للسويتش ده فأفل السيركت اللي على اليمين اللي هي السيركت لوحدها كده شغال فانا ده الفكرة بتاعته اننا لما بزود التمبراتير الريزيستنس بتاعة الثرميستر بتقل وبيشغالي كويل بس الكويل ده مش إن بارالل مع الثرميستر لاننا عايزه يشتغل عند تمبراتير عالية بس التمبراتير عالية دي معناها الريزيستنس قليلة إيه اللي يحصل لو أنا كنت عايز السيركت دي تشتغل تديني ورنج يعني اللامبة دي تشتغل لما تكون التمبراتير قليلة تمبراتير قليلة يعني الريزيستنس تاعته الثرميستر هتكون كبيرة يعني الفولتج على الثرميستر هيكون كبير يعني أنا دلوقتي الكيس بتاعتي اللي أنا عايز السيركت دي تشتغل فيها بتقولي إن الفولتج كبير على الثرميستر لكن الكيس الأولانية اللي هي قدامنا دلوقتي بتقولي اللي أنا عايزه يشتغل. آآ السيركت دي تشتغل لما يكون الفولتج على ثرميستر قليل. بس انا الكويل مش بيشتغل بفولتجه قليل. فما حطيتشه ما حطتهش مع ثرميستر. حطيته مع الفيكس ريزيستر. نقولها تاني كده بسرعة. انا عايز الكويل يشتغل بفولتج عالي. بس الكيس السيناريو بتاعي دلوقتي ان عايزه يشتغل بتمبرتشر عالية. تمبرتشر عالية يعني ريزيستنس قليلة تاخد فولتج قليل. بس بما اني عايز الكويل يبقى عليه فولتج عالي. والثرميستر هيبقى عليه فولتج قليل. فما حطيتش الكويل مع الثرميستر. حطيته مع الثاني. اللي هو مع الفولتج الكبير. طب دلوقتي لو انا قلبت السيركت. يعني قمت واخد مثلا الريزيستر ده. واخد الثرميستر. قمت عاكس اماكنهم. حطيت الثرميستر فوق. هو اللي انبارلل مع الكويل. وحطيت الريزيستر تحت. دلوقتي لما عكست السيركت خليت الكويل انبارلل مع الثرميستر. دلوقتي عند تيمبرتشر عالية. الريزيستنس بتاعت الثرميستر قليلة. فواخد فولتج قليل. فمشي تقريبا ولا حاجة جوه الكويل. الكويل مش بتاع السيركت اللي بتاع اللمبة مش شغال. طب نفضل نقلل. نفضل نقلل. نفضل للمولتج فوق عمل يزيد لان الريزيستنس فوق عمله تزيد. فانا دلوقتي عند تيمبرتشر قليلة. الا ان فوق زاد والفولتج تحت قل. بس بما ان الكويل دلوقتي مع الفولتج الكبير. فهيشتغل مع الفولتج كبير. فانا دلوقتي عكس السيركيت السيركيت دي بتشتغل لما تكون التمبريتشر قليلة خلية ان نشرح السيركيت دي بتريها سهلة شوية ان انا عندي دلوقتي بار سابلاي هوصله مع LDR مرة دي مش ثيرميستر بس هتشتغل بنفس الفكرة الفرق بس انها هكون بغير التمبريتشر بدل ما هكونه غير التمبريتشر هكون بغير اللايت انتانستي وال LDR هكون مركبه مع ريزيستر والاتنين دول بقى عايز اركب معهم Lamp وال Lamp دي مثلا عايز اتشتغل في الضلمة فانا دلوقتي لو Lamp بتشتغل بالضلمة بتشتغل مبدئيا لازم يكون الفولتج على Lamp كبير طب عشان الفولتج يكون على Lamp كبير لازم تكون مع حاجة الفولتج بتاعها كبير طب اللي الفولتج بتاعته كبير بيكون بتاعته كبير السؤال بقى عند الدارك اللي هو لايت انتانستي ولاي لا الريزيستنس بتاعت ال LDR بتكون عالية ولا بتكون صغيرة في الدارك اللو لايت انتانستي بتخلي الريزيستنس بتاعت ال LDR كبيرة كبيرة فالفولتج على LDR هيكون كبير فأمركب اللامب بتاعتي مع LDR عشان يشغلها فهي دي الفكرة بتاعت السيركت دي ان انا عندي دلوقتي في الكيس دي لما اللايت انتانستي بقت قليلة الفولتج بتاعت LDR بقت كبيرة فالفولتج على اللامب برضو كبيرة فاللامب بتشتغل يعني انا هفكر فيها في الاول ان انا عايز اللامب بتشتغل فمحتاج الفولتج عليها هيكون كبير ففكر هي مفروض تكون مع مين وبعد ما قررت كده لو سألني يشرح لي السيركت دي بتشتغل ازاي هكتبها بالعكس يعني هكتبها من تحت لفوق زي ما عملنا هنا فانا اللاجيك بتاعي بالطريقة دي اقول ان انا لو عايز حاجة تشتغل هحطها مع الحاجة للرزيستنس تاعتها علي طب تقولي لو انا بدل ما خليها عايزها تشتغل في الضلمة عايزها تشتغل يعني عايز يعني يعني ايه اول ما نهار ينور الناس هتبتدي تيجي تشتغل فانا عايز النور ينور قبل ما الناس توصل ففي هقول ان انا عندي دلوقتي انا عايز اللامب تشتغل لما يكون اللايت بتاع النهار كتير طب اللايت كتير ده معناي ان الرزيستنس بتاعت الLDR هتكون قليلة بس انا عشان اللامب تشتغل انا محتاج فيلتج عالي طب بما ان الرزيستنس بتاعت الLDR هتكون قليلة فالفلتج عليها هيكون قليل الرزيستر هو اللي هيكون عليه فيلتج كبير ف determining حاطط اللامب معه الرزيستر ميش الLDR لأن أنا عايز هتشتغل فأنا هحطها مع الحاجة اللي الفولتج عليها كبير ساعة ما أنا عايز أو ممكن نرسمها برضو بالطريقة اللي هي المعقدة دي اللي هي عندي كويل والكويل ده هو اللي بيوصل بإلكتريك بال ولا بلامب فأنا عندي هنا LDR في السيركت اللي على الشمال دي هقول لو على السيركت اللي على الشمال زادت الريزيستنس بتاعت LDR هتقل فالفولتج على LDR هي L فالفولتج على الريزيستر هيزيد طب ليه جبت تصيرت الريزيستر لأن الكويل بتاعت دلوقتي in parallel مع الريزيستر فالفولتج على الكويل هيزيد والبل هيشتغل فأنا السيركت اللي على الشمال دي بتديني جرس لما اللايت انتنستي بتزيد طب على اليمين لو اللايت انتنستي زادت الريزيستنس بتاعت ال LDR لسه برضو بتقل والفولتج على ال LDR برضو هيقل فالفولتج على الريزيستر هيزيد بس دلوقتي الكويل مع ال LDR فالفولتج على الكويل هيقل فالبال مش هيشتغل فالبال مش هيشتغل not working وما ليشتغل ام تبقى جربها بالعكس هقول ان انا عندي دلوقتي بدل ما اللايت انتنستي تزيد هقول ان اللايت انتنستي بتقل لما اللايت انتنستي تقل الريزيستنس تاعت ال LDR تزيد فالفولتج على ال LDR هيزيد والكويل اللي هو انبارلل مع ال LDR سوري السيمبل بتاع ال LDR هنا ممسوح فالكويل اللي انبارلل مع ال LDR الفولتج بتاعه هيزيد فgets magnetized والسويتشي تقفل والبل دلوقتي يشتغل فانا انا كان عندي LDR هو اللي انبارلل مع الكويل فالكويل ده بيشتغل بفولتج عالي والفولتج العالي هيحصل لما تكون الريزيستنس بتاعت ال LDR عالي وده بيحصل لما بيكون اللايت قليل يعني بيشتغل في الضم دي افكار الاسئلة اللي بتيجي على الثرميستر و LDR يجيب هالي كده في سيركت سيمبل زي سيريز سيركت كده LDR مع حاجة او ثرميستر مع حاجة اين سيريز هو له بس لما الريزيستنس بتزيد الكارن بيقل او لما الريزيستنس بتقل الكارن بيزيد على حسب انا حاطة سيريستر ولا LDR الريزيستنس بتزيد وتقل عكس اللايت او عكس التمبرتشر تمبرتشر مع سيريستر لايت مع لايت ديبندنت ريزيستر وباي ده وي لو جاب لي السيمبل بتاع اي واحد من دول وقال لي اسمه ايه ماينفعش مثلا في لايت ديبندنت ريزيستر اكتب له LDR لانه لما بيسألني على اسمه هو عايز اسمه كامل خور بتاع